أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الإسلام تحت المجهر أهلا بك يا مارينا النهار ده عنوان الحلقة بتاعتنا رسول الإسلام يشك في رسالته تصوري دي يا مارينا أنه فعلا رسول الإسلام بيشك أنه هو نبي يعني أحنا عمرنا ما سمعنا نبي من الأنبياء شك في نبوته يعني عمرنا بيبقى متأكد أن ربنا هو الله بيكلمه بيعطيله والفرق بينه وبين أنت عارفة أنه طبعا هو شك الأول أنه هو نبي وفكر اللي جاله هو اللي قال اللي أكدت له أنه هو نبي هي خديجة ولما أعدته على أفخذها بس في حاجة عشان ممكن يفكروا أنه نحن بنقول الكلام وخلاص الكلام ده في السيرة النبوية لابنين نشام صح امتحان خديجة برهان الوحي وهي قلت له تعالى قاعد على فخدي اليمين فخدي الشمال هلطراه في كل مرة وبعدين قاعد في حجرها وبعدين تحسرت وقلقت خماريها ولو مش مصدقين تحسرت وقلقت خماريها راحت قاعد له إبشر ده ملكه بالشطان مارينا لو مش مصدقين حتى كلامك الشيخ شعراء ومستشهد بالشيخ كتير لكن لو شفنا صورة الإصراء 73-74 بتقول إيه وإن كادوا ليفتنوك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تتركن إليهم شيئا قليلا طيب إيه الكلام ده الكلام ده أنا برضو مسلمين أنا ليش دعوة أنا حجيب من التفاسير اللي عندكم الشيخ المفسرين الطبري بيقول إيه اختلف أهل التويل في الفتنة التي كاد المشركون أن يفتنوا رسول الله بها عن الذي أوحى الله إليه إلى غيره فقال بعضهم ذلك الإلمام ده المفسرين اللي بيقولوا ذلك الإلمام بالآلهة يعني إيه حينضم للآلهة الوسانيين لأن المشركين دعوه إلى ذلك فهم به رسول الله رسول الله كان عايز لما قالوا له تعالى للآلهة بتاعتنا كت تركين إليهم تركين إليهم خلاص يعني هي همّة ده كلمة خطيرة همّة يعني ابتدأ أنه حيركن إليهم في عبادة الآلهة والأصنام وبعدين بيقول عن سعيد قال كان رسول الله يستلم الحجر الأسود فمنعته قريش وقالوا لا ندعو حتى يلم بآلهتنا فحدث نفسه شوفي الرسول نفسه قاعد يتكلم نفسه وقال ما علي أن ألم بها بعد أن يدعوني يدعوني أستلم الحجر والله يعلم أني كاره لها يعني إيه بيحدث نفسه يعني ممكن أخضعهم أخضعهم علشان إيه أقدر أستلم الحجر وبعدين أقول لهم خلاص وربنا عارف بقى نيتي هي إيه تمام فأبى الله فأبى الله فأنزل الله وإن كادوا ليفتنوك عن الذي أوحين إليك لتفترع عليه تصوري رسول من عند الله يا جماعة أنا رسول ده أنا رسول اللي يقول تعالوا يعني يقول له تعالى أعبد إليهاتنا يعود يفكر ده أنا يا مارينة لو قالوا لي تعالي إرجاع الإسلام أقول له مستحيل من غير ما أعود أفكر وعلى فكرة ده مش أول مرة تحصل في الأول خالص قالوا له تعالى أعبد إليهاتنا سنة وإنهو بد إليك سنة قال لهم استنوا لما إيه دي في صورة الكافرون لا انتظروا لما أشوف ربنا هيقول لي إيه أنت المفوض رسول بتقول لأ المصدر إيه صورة الكافرون شوف التفسير بتاعتها أعتقد سورة الكافرون أي خمسة بتفسير طبري أو كده حاجة كده صد لي يا مارينة سورة هد مية وتسعة بتقول إيه فلا تكن في مارينة مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آبائهم من قبل ميريا 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 أصلا المسلمين بيجوا على ميريا وإن لموافوهم نصيبهم غير منقوس دلوقتي يعني بيقوله إيه ما تكونش في شك يعني سورة هد مية وتسعة بتقول ما تكونش في شك تفسير التبرة بيقول إيه يقول كده قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره هو لنبيه محمد فلا تكن في شك يا محمد مما يعبد هؤلاء المشركون من قومك من الآلهة والأصنام إنه ضلال وباطل وإنه بالله شرك وما يعبدون إلا كما يعبد آبائهم من قبل فهو بيقوله لأ يا محمد إلى آخر الكلام دي أوسان ما تعبدش إيه ما تفكرش ما تبقاش عندك شك اللي هما بيعبدو دي أوسان وده أبقى هم كانوا بيعبدو طب إنت لسه بتعلمه دلوقتي وألف به يعني يعني هو دلوقتي رسول وابتدى يشك طب وإنت ما أنت عارف إنه دي أصنام يعني ما دي حاجة يعني أول مرة يعني أبا بعدين أصلا اليهود والمسيحيين عارفين فما بالك أنت المفروض الرسول إزاي يقوله ما تشكش إن دي ما تشكش إن دي أصنام دي كانوا بيعبدوها هما وأبقهم وما تكونش عندك شك إن دي أليها الله سؤال يعني كأنه بيتعاق بس ده لازم يكون لها أصل لأنه فكر في دماغه إن دي أليها برضه يعني لما بيتقل ما تكونش في شك شك يكون اللي بيعبدوه هو اللي صح فيقوله لا ما تكونش في شك أنا أنت معي خليك معي بس هو هو الحق اللي معي نعم تعالي نشوف يا مارينة في سورة قالي عمران ستين بنبتدي من تسعة وخمسين الأول علشان الموضوع يتربط ببعضه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين الممترين لا نهي الشككين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ندع أبنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين طيب هنا في التفسير الطبري بيقول إيه قال أبو جعفر يعني بذلك جل سناء الذي أنبأتك به من خبر عيسى يا محمد وإنه مثله كمثل آدم مثله كمثل آدم آه مثله مثله آه كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له ربه كن فيكون هو هو ده الحق مع أن عيسى لم يخلق من تراب بس بيقول له أخذ بالك ده هو ده الحق هو الحق من ربك يقول هو الخبر الذي هو من عند ربك فلا تكن من الممترين يعني فلا تكن من الشاكين تاني فإن في أن ذلك كذلك ودي قصتها جات في وفد نجران لما رحوا للرسول وابتدوا يقولوا له طب مين أبو عيسى طب قلنا كذا وكذا يعني ابتدوا يتنقشوا آه قال لك أنت هتبتدت تقتنع بالكلام بتاحهم ولا إيه بالزبط ده مثل عيسى زي مثل آدم آه مخلوق من تراب طب هل الكلام ده منطقي أصلا أن مثل عيسى زي مثل آدم لا طبعا آدم مخلوق من التراب في حالة صح أيوة بس عيسى مش مخلوق من التراب دي غلطة آه يعني أنت بتقول مثل غلط أصلا آه بالزبط فأنت كمسلم لما تجي لما تكلمك أنا أقول لك أن المسيح هو كلمة الله فتقول لي أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من التراب أنت مش بتحجيني أنت بتقول معلومة غلط بالزبط لكن بالنسبة للآية هو دورها في دماغه الناس دولة كلامهم مقنع آه قال لك المفروض المسيح مولود من عزراء هو يفكر فيها ابتدى يفكر كلمة الله مولود من عزراء يعني ابتدى يفكر فيها قال له لا أنت بتبتري تشك لا زي أدم خلص الموضوع آه بس إيه بقى خدي بالك محلول قال له إيش الموضوع قال له لو جم بعد كده يحد يتكلم معك مش ترد عليهم لا أصلا قال لهم مثلا زي أدم حيرد عليه ويلونه ما في أدم في إيه ومن عزراء قال له لأ تجيبوا بقى وتعملوا الرتح المعتبر عادوا النساءنا ونساءكم وأنفسكم وعارف كويس أن الناس دول عمرهم ما حيلعنوا ولا حيلعنوا ولا لا خلاص يعني أنت مش مقتنعة برحتك يعني لا لأن المسيحيين ما عندهمش الوصية صح يعني باركوا لعينيكم صح أنت مش هتطلب مني حاجة عندي خطية صح يعني ده له حل الهروب أيها رب من الموضوع ما تيجي ندي على بعض ونيجي ويجيب نساءكم ونساءنا والديني وولادنا وولادكم ونعود ولعنة الله على الكاذبين لا هل يحل الموضوع لا مش أسلم ربنا أصلا آه يبقى برضو نرجع هو كان شاكك لما ابتدوا يقنعوه بالعقل ويسألوه بالعقل لا وكمان بيقفل الباب قدام المسلمين لو إحنا هنبتدي نتكلم معاهم بالضبط لا لو حاجوك فيما بعد ما وحصلت معنا ولا لا يا مارينا دايما لما بنتكلم في الموضوع ده يقوله ما تيجي نتباهل أيوة كتير وكمان الحاجة المشهورة يقولك آدم زي عيسى مثلا آدم بالضبط دي بقى بتعد عليهم كده فلما نيجي بنشرح لهم يا مارينا لا آدم زي عيسى بص وفكروا في الآياب بالضبط كده فالرد سدقيني كذا مرة ما تيجي نتباهل ما هالترتيب زي الآياب بالضبط بتتكلم صده سورة يونس 94 بتقول فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاء أكل حق من ربك فلا تكونن من الممترين برضو يعني كام مرة الرسول يقول له ما تكونش آه شاكك فرسلته كام مرة يعني كام مرة بيقول له ناسي ناسي كل مرة ينسى كام مرة يقول له ما تشكش ده دليل على أنه ما عندهوش يقين في صحيح البخاري وطبعا التصحيح يكون عندكم أن الرسول رح قال في حديث يقول أن رسول الله قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي سورة البقرة 260 ويرحم الله لوطا لقد كان يقوي إلى ركن شديد ولو لبسته في السجن طول ما لبسته يوسف لبس يوسف لأجابته الداعي فهنا بيتكلم راح جبلنا ثلاث أمثلة إبراهيم ولوط ويوسف طيب أنت دلوقتي يعني أنت عايز تقول آه أصلا أنا بشك وأنا أحق بالشك من إبراهيم عايز تلزق التهمة للقابلك للوط وإبراهيم ويوسف كلهم شكوا كلهم شكوا آه فإبراهيم بيقول له ربي أرني كيف تحيي الموتى قال له ليه يعني أنت إيه اللي مغوش قلب إبراهيم إيه هو اللي قلت إن قلبي ممكن عرف ربنا بيكلمني أنا محتاج أن أنا تطمن وأصلا لما جي تطمنه طبعا حكاية أطلع على الجبل وحط جزء هنا وجزء هنا نادي عليهم طب وولوت وولوت برضو نفس الحكاية بيقال لك إن هو من كتر الخوف ركن ركن الشديد ويوسف تسجن بص يعني في الآخر عايز يقول إيه ما كل الأنبياء كده أيوة يلزق الحاجة الغلط في الزعف الأنبياء أنا مش حاجة غريبة أنا مش حاجة غريبة عشان لو أنتو شفت إن كنت في شك وبعدين بيقولك إيه إن كنت في شك مما أنزلنا اسأل اللي يقرؤوني الكتاب من قلب يلا حد يسألني حد يسألني محمد هقولك ده بالنسباني مش نبي أصلا بالضبط اللي يقرؤوني الكتاب من قبلك أي حد يا جماع أي حد اللي يقرؤوني الكتاب من قبلك هيقولوا إن محمد مش نبي لا عندنا نبوة عنه ولا أصلا الكتاب العهد القديم بيتكلم عن محمد خالص الكتاب العهد القديم بيتكلم عن شخص واحد وهو المسيح ومجيئه ونبوئات عن مجيئه عشان لما تتحقق كل النبوئات أكتر من 360 نبوء تتحقق ما نقولش صدفة فالمسيح المحور العهد القديم ومحور العهد الجديد محمد منوش أي ذكري ياهيج يعمل إيه بعد المسيح لما بيقوله اسأل الذين يقرؤوني بالكتاب أنا قرأت الكتاب لا أمعليش كلنا زي بعض ناشي طب سؤال في الأصدف جزء سرطة زخرف من 43 إلى 45 يقول إيه فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط المستقيم وإنه لا ذكر لك ولقومك وسوف تسؤالون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن إليها يعبدون الطبري بيقول إيه يقول تعالى ذكره لنبيه محمد فتمسك يا محمد بما يأمرك به هذا القرآن الذي أوحى إليك ربك إنك على صراط المستقيم ومنهاج سديد وذلك هو دين الله الذي أمر به وهو الإسلام إيه ده آه فاستمسك فهي الآيب تقول إيه فاستمسك آه فاستمسك يعني طب هو اللي بيقوله فاستمسك آه يبقى كان في شك ودوي خلاص يخلع من النبي أخلع مش عايز بنابي آه وبعدين بيقوله طب بص روح يسأل الذين أرسلنا من قبلك من رسلنا دي مصيبة دي الوحدة آه هيسأل ميتين هيسأل اللي ماتوا بقى هيسأل مين موسى هيسأل عيسى اللي في السماء هيسأل مين مش عارفة بيقوله اسأل من أرسلنا من قبلك هيسأل مين ما أنا مش عارفة عارفة مارينا طبعا المرقعتية موجودين طول الزمن على فكرة أيام من أيام الإسلام قالك هو يسألهم في في الإسراء في المعراج لا لا لما راحوا سألهم في الإسراء والمعراج هو بيصلي معهم طب ما ها لما سألهم أنا همشي معاك في القصة سألهم في الإسراء طلع المعراج من معك هل بوعسة طب انت مش كنت تحت معهم نسيو زاكرة راحت خلاص زاكرة الزايبر يعني يعني حتى الحكاية مش عارفين يحبكوها لو انت فعلا شفتهم في الإسراء صح وسألتهم ويردوا عليك وأيوانت يا إحنا وكل حاجة طلع السماء الأولى مين جبريل هل معك مين مفيش عين سحرية مفيش كابيرات مفيش حاجة محامل هل بوعسة مين تحت مين كانتوا تحت مش كنتوا بتصلك كلكوا هو الإمام مش كنتوا كده طبعا الحكايات لأنها كلها مؤلفة وملفقة فاللي بيكتب دي غير اللي بيكتب دي طيب واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن إليها يعبدون يعني إيه دا اتأكد كده اتأكد إن أنا عملت كده يا رسول الله يا فرح إحنا الأنبياء ولا حاجة وإحنا عارفين كل حاجة ولا حد يقول لنا تأكدوا ولا روح اسألوا ولا أي حاجة وعلى فكرة لو راحوا لابن مسعود هلاقوا القراءة غير كده آه طبعا مختلفة آه اللي أرسلنا لهم روح اسأل الناس اللي هم إحنا بقى اللي بيقرؤون الكتاب آه بالزبط لكن هنا من أرسلنا من قبلك من رسلنا آه فهنا يعني حاجة غريبة قوي أنا عمري في حياتي ما شفت رسول نبي بيشك في نفسه شاكك في رسالته من أولى لأخيرة وكل شوية فكره وكل شوية فكره آه تتبعي امسك 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 الاليها ما تشكش وهو يقول امسك وممسكش امسك وينكنت في شك عمل كذا بالزبط عموما يا مارينة الحلقة خلصت بسرعة بشكرك جدا بشكركم اعزائي المشاهدين واقول لكم هل انتم شكين زي رسول الاسلام لما شك في رسالته هل شكين في محمد طبعا هتقولوا لأ اقول لكم تصوروا ان محمد نفسه كان شاكك فكيف انتم ونشوفكم في الحلقة القادمة من الاسلام تحت المجر اشتركوا في القناة